الرئيس السيسي يتابع خطة تطوير القاهرة التاريخية ويوجه بتطوير النطاق العمراني والتاريخي المحيط تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي مجلس الوزراء يوافق على تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى يناير القادم إكواس تهدد بالتدخل العشكري في النيجر حال فشلت الحلول التفاوضية وبرلين تدعو لفرض عقوبات على قادة النيجر الجدد التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت برينج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلاً بكم موسيقى موسيقى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري التنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين المعنيين صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير منطقة القاهرة التاريخية لسيما ما يتعلق بربط قطعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة وتكوين شبكة مساحة خضراء اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة خطط الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات منها انتشار الأسواق العشوائية وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية والتكدس المروري الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديدا جسيما لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل على نحو ينهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة لسيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة وتكوين شبكة مساحات خضراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحيا كما اطلع السيد الرئيس على أهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ ووجه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة مشددا على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين أصدر الرئيس عبدالفتح السيسي قراراً جمهورياً بتجديد فترة عمل محافظ البنك المركزي حسن عبدالله لمدة عام تبدأ من الثامن عشر من أغسطس الجاري كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بتجديد تعيين الدكتور شريف صدقي رئيساً تنفيذياً لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من التاسع عشر من أغسطس الجاري يتمتع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله بخبرة مهنية متميزة ومرموقة تمتد لأكثر من أربعين عاماً تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية الهمة وحقق خلالها الكثير من النجاحات حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي مطلع الألفية الحالية موسيقى موسيقى تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي بمرعاة البعض الاجتماعي عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حالياً ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة لستة أشهر أخرى حتى الأول من يناير المقبل كما وافق مجلس الوزراء على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجناء المصرية في الأسواق الخارجية كذلك على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء خلال الاجتماع الإسبوعي أشهد مجلس الوزراء بالقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت مؤخرا بمدينة العالمين الجديدة وبالرسائل الهامة التي تضمنها بيان القمة الختمية كما أشهد مجلس الوزراء بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي أمس بمدينة السلوم والحوار الودي الذي دار مع مجموعة من شيوخ وعواقل مطروح حول جهود التنمية المفدولة من جانب الدولة في مختلف القطاعات أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لانتقال الوزرات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة موقف تسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة كما أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالمسار الموازي بتنفيذ المقترحات التي يتم توافق عليها بشأن خطط الاستغلال الأمثل للمقارات الحكومية التي تم إخلاؤها واطلع مدبولي على محاور خطط التعامل مع مقارات الوزرات والجهات المتنقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزرات وكذا الاستخدامات والأنشطة التي سيتم طرحها والتفاوض الذي يتم مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة هذا وقام وزير الخارجية سنح شكري بجولة تفاقدية للمقر الجديد لوزارة الخارجية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار الاستعدادات النهائية لانتقال وزارة الخارجية للعمل من مقرها الجديد تفقد وزير الخارجية الاستعدادات النهائية الخاصة بتجهيز مبنى الوزارة وحرص شكري على متابعة تجهيزات الخاصة بمركزي حظ المستندات الرسمية للدولة وإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والتقى خلال جولاته بالموظفين والفنيين والعمال المشرفين على المراحل النهائية لتبهيز المبنى وعملية الانتقال هذا وقد أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد نقلة نوعية في عمل وزارة الخارجية وفي إطار الاعتماد على وسائل حديثة في كل مناح العمل مؤكدا أن الانتقال يوفر أعلى درجات الأمان لطبيعة عمل وزارة الخارجية الانتقال إلى هذا المبنى هو ليس انتقال مبني وإنما انتقال في منظومة العمل ذاتها انتقال يعتمد على التحديد والرقمية يوفر أعلى تربية الأمان لطبيعة عمل وزارة الخارجية وأيضا ينقلنا نقلة نوعية في إطار الاعتماد على وسائل حديثة في كل مناح العمل اشتركوا في القناة تتواصل فعليات مهرجان العالمين الجديدة حتى السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري تحت عنوان العالم عالمين تستمر فعليات المهرجان على مداري خمسة وأربعين يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعليات الرياضية والمسابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النبوم في مصر والعالم وفي مدينة العالمين الجديدة توصل الدولة إنشاء شبكة مرافق قوية وصلت فيها نسبة الإنجازات إلى 90% وتتمتع مدينة العالمين الجديدة ببنية تحتية ذكية وتخطيط همراني متطور بنية تحتية قوية تتنامى في مدينة العالمين الجديدة منذ أن انطلقت نحو البناء والتعمير حيث شرعة الدولة في إنشاء شبكة مرافق صلبة وصلت فيها نسبة الإنجاز إلى 90% نبدأها بملف الإسكان المدينة فيها إسكان يخدم جميع الإمكانيات لكل الناس بدأنا بالإسكان المتميز وطلعنا درجة أعلى شوية سكن مصر وحاليا بنعمل كمان سكن لكل المصريين فيه بقى إسكان متوسط وإسكان فاخر زي الحيلة تين وزي الداون تاون طبعا بالإضافة للأبراج الشاطئية اللي موجودة ورانا دي يعني حجم الاستيعاب للوحدات دي وللإسكان بالذات إن شاء الله بإذن الله إحنا مستهدفين 3 مليون مواطن يكونوا خلال 2030 موجودين في مدينة العالمين قاطنين الوحدات دي طول السنة محطة العالمين لتحلية المياه من أهم الإنجازات التي تحققت حيث تنتج 150 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب تكفي الاحتياجات مليون مواطن يوميا بتكلفة إجمالية بلغت 120 مليون دولار وتقوم على التكنولوجيا أوروبية حديثة إحدى محطات التحلية اللي موجودة في السحل الشمالي كله المحطة دي المفروض أن هي بتضخ 450 متر مكعب مياه حاليا إحنا المرحلة الأولى وصلنا إلى 150 ألف متر وهي بتخدم جميع قطاعات المدينة في احتاجتنا للمياه الكهرباء والطاقة أولادها الدولة اهتماماً كبيراً من خلال دعم محطة كهرباء العالمين القائمة ومحطة الحمراء وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة كهرباء العالمين الجديدة وتوصيل وإطلاق الطيارة على عدد 6 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة التي يتم تشغيلها إحنا الحمد لله قدرنا نوصل في شغل الكهرباء بالذات إن إحنا يبقى عندنا محطات كهرباء على أعلى مستوى محطات تخدم المدينة كاملة وبقدرات كبيرة تخدم المدينة فالحمد لله بالنسبة للكهرباء والمياه والجميع شغل المرافق إحنا الحمد لله وصلين لدرجة إنجاز كبيرة جداً تتمتع مدينة العالمين الجديدة ببنية تحتية ذكية وتخطيط عمراني متطور يواكب أحدث المعايير الدولية في المجالات كافة من العالمين الجديدة محمد الخطيب التلفزيون المصري قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إن المملكة تتطلع إلى زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني أوضح وزير الخارجية السعودية أن سفيري البلدين سيتوليان منصبيهما في السفرتين بعد إعادة فتحها بفضل إنهاء الخلاف الدبلوماسي بين البلدين في مارس الماضي واستئناف العلاقات أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة مستمرة في مساعي تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوى ومتابعة عمل لجنة التحقيق التي تم تكليفها بتحديد المسئوليات في الأحداث التي جرت داخل المخيم أوضح ميقاتي أن لبنان يمر بأوضاع مالية واقتصادية صعبة لها تدعيات اجتماعية مشددا على أن الحكومة تضع الأمن الوطني اللبناني على رأس أولوياتها وأكد الرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن لبنان وصل إلى مرحلة اقتصادية صعبة للغاية خلال مؤتمر صحفي شدد ميقاتي على ضرورة إنعقاد جلسة مجلس النواب من أجل إيجاد حلول لمقترحات القوانين الخاصة بخطة التعافي الاقتصادي معتبرا أنه لا استقرار اقتصادي في لبنان بدون إقرار تلك القوانين مجلس النواب هي موضوع اقتراحات قوانين بما يتعالك بالخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية هذه كل ياتة بدها حل فورا وإذا لم تحل ولم ينقل مجلس النواب يعملوا كل ياتة نوع من باقة واحدة لكي تقر لا استقرار اقتصادي في البلد نحن اليوم وصلنا لمرحلة مرحلة جدا صعبة واقتصادنا سيصير اقتصاد نقدي وهالاقتصاد النقدي سيعرض لبنان لكثيرنا المخاطر إذا لم يقر قانون إعادة التعافي وإعادة هيكلة المصارف ضروري إعادة الحياة للحياة المصرفية اللبنانية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من خروج من هذه الأزمة وإلا نحن نفوت من أزمة لأزمة ووضع كثير صعب اللهم أنا قلتها مرات وأقولها مجددا اللهم أنني قد بلغت الوضع صعب جدا وإذا لم نصل إلى حل فكل واحد يتحمل مسؤوليته في الأثناء أرجع مجلس النواب اللبناني جلسته التشرعية التي كانت مقررة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لنعقادها وأعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر أن 53 نائبا فقط حضروا جلسة المجلس فيما تطلب إنعقاد الجلسة حضور 65 نائبا من بين 128 نائب فيما غاب عدد من التكتلات والقوة التي وقع نواب منها على بيان مشترك أعلنوا فيه استمرار مقاطعة الجلسات التشرعية في ظل الفراغ السياسي ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في اليمن إلى بزل المزيد من الجهد نحو عملية سياسية شاملة أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاصة لليمن هانز جرانبيرغ أن العملية السياسية في اليمن يجب أن يتوفر منبرا تعدديا لليمنيين جميعا لمناقشة وتحديد مستقبلهم بشكل جماعي مشيرا إلى أن الأطراف مستمرة في إظهار الرغبة في التوصل لحلول ولكن ما زالت هناك حاجة لأن نترجم هذا إلى خطوة ملموسة لسيما فيما يتعلق باتفاق واضح يتضمن استئناف عملية سنية يمنية شاملة استشهد شاب فلسطيني وأصيبت إحدى موظفات وزارة الصحة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة أدان المجلس الوطني الفلسطيني اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة جنين وتفجير منزل الشهيد الفلسطيني ودع المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف عمليات القتل والانتهاكات اليومية بما فيها إجراءات مسألة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم أكد مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أنه عمل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على تسهيل حرقة أكثر من ألف شاحنة تحمل إمدادات الإغاثة إلى أجزاء مختلفة من السودان وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أوضح المكتب أن تلت الشاحنات نقلت أكثر من 44 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى شرق درفور والخرطوم وكردفان وعدة ولايات أخرى وأشار المركز إلى أن هذه المواد المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف ومنظمة الصحة العالمية ستدعم الأشخاص الذين نزحوا بسبب نزاع أكد مفاوض السلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس عبد الفتاح موسى أن المجموعة لا تزال تعطي فرصة للديبلوماسية من أجل حل الأزمة في النيجر مجددا التأكيد على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وأعتبر المسؤول في إكواس أن المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر تتظاهر بقبول الحوار لكنها تسعى لتبرير ما قامت به على حد تعبيره مشيرا إلى أنه إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إكواس جاهزة للرد عقد رؤساء الأركان في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس اجتماعا في غانا لتنصيق الجهود من أجل تدخل المحتمل في النيجر يهدف الاجتماع إلى إعادة الرئيس النيجري محمد بازوم إلى منصبه من أجل تنصيق تدخل محتمل في النيجر يأتي اجتماع مؤجل لرؤساء أركان دول مجموعة غرب أفريقيا إكواس في غانا اجتماع يرمي إلى استعادة النظام في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة ويأتي الاجتماع بعد محادثات أجراها رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نيجريا وقررت خلالها تفعيل قوة احتياط لوضع حد للأحداث الجارية في النيجر الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين يأتي بعد تجدد أعمال العنف في النيجر حيث أصفرت عن مقتل السبعة عشر جنديا في كمين في جنوب غرب البلاد وأعلنت وزارة الدفاع أن وحدة من الجيش وقعت ضحية لكمين عند أطراف بلدة قريبة من الحدود مع بوركي نفسو وعلى الفور أصدرت مجموعة إكواس بيانا أدانت فيه الهجمات الأخيرة وحست الجيش على إعادة إرساء النظام الدستوري في النيجر بما يتيح له التركيز على الأمن الذي أصبح أكثر هشاشة بعد الاستيلاء على السلطة وفي واشنطن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفيرة الجديدة للولايات المتحدة ستتوجه قريبا إلى النيجر وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في دانت باتيل إن واشنطن تتطلع إلى وصول السفيرة إلى نيامي مشددا على أن توجهها إلى النيجر ليس قبولا باستيلاء المجموعة العسكرية على السلطة في البلاد ولكن في إطار جهود دبلوماسية لوضع حد للأحداث هناك دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر في الشهر الماضي وأضفت ألمانيا أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تبحثت مع نظيرتها الفرنسية كاترين كولونا ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكين بشأن النيجر وأشارت ألمانيا إلى أن وزيرة التنمية الألمانية التي تزور نيجيريا حاليا قادت مناقشة في أبوجة لمعرفة أفضل السبل لدعم جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس وأكدت أن بيرلين تدعم الجهود الإفريقية لحل الأزمة في النيجر حذرت الأمم المتحدة من احتمالات تفشي الجوع في النيجر ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية إلى استجابة إنسانية لحجر 584 مليون دولار تلبية لتلك الاحتياجات مشيرا إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص كانوا يعانون من إنعدام الأمن الغذائي الحاد وتوقع مركز إعلام الأمم المتحدة وفق تحليلات أولية من برنامج الأغذية العالمية أن تتسبب الأزمة الراهنة في تدهر وضع نحو 7 مليون و300 ألف شخص التسعى متوصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها روسيا تؤكد أحراز تقدم في هجومها شرقي أوكرانيا وكيافا تتحدث عن مكاسب في هجومها المضاد بالجبهة الجنوبية الشرقية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنيتو إن الحلف لم يلحظ أي تغييرات في القوات النووية الروسية مشيرا إلى أنه لا يرى سببا لإعادة النظر في تغيير قواته المماثلة وخلال مؤتمر بن رويب يأكد الأمين العام لحلف الناتو أن الحلف سيدعم أوكرانيا حتى تنتصر في الحرب وأوضح أن على كياذ تحديد شروط السلام معتبرا أن دور الحلف هو دعم الأوكرانيين إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت هجوما عسكريا ناجحا في منطقة دونسك شرقي أوكرانيا وفي بيان لها أوضحت الدفاع الروسية أن خسائر أوكرانيا على محور خيرسون بلغت نحو 30 عسكريا خلال اليوم الماضي وضيفة أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومستودع ذخيرة فضلا عن تدمير 18 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة بأوكرانيا أعلن الجيش الأوكراني تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضادة على قوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية وذلك بعد يوم من إعلان تحرير القرية كانت تمثل نقطة قوة لروسيا وأوضح الجيش الأوكراني أن القوات أحرزت تقدمان إلى الجنون من أورزخين وهي قرية في منطقة دونسك وأعلنت كييف أنها استعادت السيطرة عليها في الوقت الذي تحاول فيه بناء زخم لتقدمها جنوبا في المناطق المحتلة باتجاه بحر أزوف أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم بطائرة المسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية وذكرت وسائل أعلام الروسية أن طائرة مسيرة أسقطت خلق منطقة بيلغرود في جنوب روسيا كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين بيلغرود وكارسيك روسية هذا وقد زادت الدربات الجوية بطائرة مسيرة داخل العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكريملين في أوائل مايو الماضي أكد وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبة أن كياف تريد تحرير كافة أراضي البلاد مهما استغرق الوقت وفي تصرحات له أوضح كوليبة أن أوكرانيا تلتزم بعدم استخدام الأسلحة الغربية في استهداف أراضي روسية مضيفا أن موسكو تسيطر حاليا على نحو 18% من الأراضي الأوكرانية لفت كوليبة إلى أن كياف ستبذل جهدا على المدى الطويل لتحسين العلاقة مع الدول الإفريقية من جانبي قال رئيس البلاد الروسي أليكزاندر لوكاشانكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحاول دفع بلاده للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا وأبدى لوكاشانكو اعتقاده بأن روسيا قد حققت بالفعل أهدافها من خلال عملياتها العسكرية على أوكرانيا مشددا على ضرورة أن يجلس طرفاني على طاولة المفاوضات وأن يكون على استعداد لمنطشة جميع القضايا بما في ذلك مستقبل شبه جزيرة أكرم والأراضي الأخرى التي ضمتها موسكو وصلت أول سفينة شحن غادرت أوكرانيا إلى تركيا عقب انتهى اتفاق الحبوب رغم الحصار الروسي كانت السفينة جوزيف شولت التي ترفع عالم هونغ كونغ قد غادرت من أوديستا الأوكراني أمس في تحدي لروسيا التي هددت بإغراق مثل هذه السفن منذ أن رفضت في يوليو تمديد اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر ممر بحري آمن وأظهرت مواقع تتبع حركة الملاحة البحرية أظهرت السفينة لدى دخولها المياه الإقليمية التركية مستخدمة طريقا غربيا تجنب المياه الدولية لصالح تلك الخاضعة لسيطرة رومانيا وبولغاريا المنضويتين في حلف شمال الأطلسي النيتو دعت الأمم المتحدة أرمينيا وأذريبيجان إلى تسهيل إصال المساعدات وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني جاء ذلك خلال اجتماع طارق لمجلس الأمن الدولي وطلبت فيه أرمينيا عقده بشأن ممر لاتشين حيث أوضحت أرمينيا أن حصار أذريبيجان للممر تسبب في تضاؤل حجم الغذاء والدواء والكارباء سلسلة من التوترات والاشتباكات بين أرمينيا وأذريبيجان مصولا لخلاف بينهما خلال اجتماع طارق لمجلس الأمن الدولي على خلفية الأزمة الغذائية التي يواجهها 120 ألف شخص في إقليم نجورنو كارباخ فبعدما استعدت أذريبيجان السيطرة على الأراضي المحيطة بالإقليم في حرب استمرت ستة أسابيع مع أرمينيا عام 2020 تركت الهدنة التي توسطت فيها روسيا ممر لاتشين باعتباره صلة نجورنو كارباخ الوحيدة بأرمينيا وطلبت أرمينيا عقد اجتماع بشأن الممر موضحة أن حصار أذريبيجان تسبب في تضاؤل حجم الغذاء والدواء والكهرباء الحصار تسبب في غياب النشاط الاقتصادي بنجورنو كارباخ كما أن ألاف السكان عاطلون عن العمل والمتاجر باتت فارغة ويقف كبار السن والنساء والأطفال في صفوف طويلة ليتمكنوا من شراء الخبز والفواكه والخضروات فضلا عن انقطاع الكهرباء أذريبيجان من جانبها بررت الوضع بأنها أقامت نقطة تفتيش على حدودها مع أرمينيا وأضافت أن الممر مخصص بشكل أساسي لحركة المواطنين والمركبات والبضائع الأمم المتحدة دعت الطرفين إلى تسهيل إيصال المساعدات وفقا لمبادئ قانون الدولي الإنساني وخلال اجتماع لم يصدر عنه بيان حث العديد من أعضاء مجلس الأمن أذريبيجان على إعادة فتح الطريق إلى الممر فورا مشيرة إلى أوامر محكمة العدل الدولية الخاصة بهذا الصدد أعلن جهاز الأمن التحدي الروسي إحباط محاولة هجوم على محطات اتصالات في بلدة زيلين جورسك المشهورة بتخصيب اليورانيوم في منطقة كراس نويارسك في سايبريا وذكرت وسائل إعلام روسية أن الجهاز احترز شخصين ينتميان إلى إحدى الجماعات التي تطنفها موسكو بالمتطرفة كان يخططان لتفجير محطات اتصالات رفعت السويد مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوى خشية وقوع هجمات من البلاد على خلفية حرق نسخ من المصحف الشريف على أراضيها وأكد جهاز الأمن السويدي أنه أحبط هجمات بسبب الغضب من أقدام البعض على حرق نسخ من القرآن الكريم مشيرا إلى أنه جرى اعتقال أشخاص في السويد وفي خارجها بعد رصد هجمات مزمعة تم إحباطها كما رفعت القوات المسلحة السويدية مستوى التأهب لهذه التهديدات بينما حذرت بريطانيا والولايات المتحدة رعاياهم من السفر إلى السويد أعلن جهاز المخابرات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تحاول إطلاق قمر صناعي للتجسس في أواخر أغسطس الجاري أو أوائل سبتمبر المقبل أوضح الجهاز خلال اجتماع المغلق مع المشرعين في كوريا الجنوبية أنه اكتشف أنشطة ثقيلة غير معتادة في منشأة كوريا الشمالية تنتدو صواريخ باليستية عابرة للقرات تعمل بالوقود الصلب كما أشار إلى أن استعدادات الإطلاق تهدف إلى الاحتجاج على قمة كام ديفيد أو تدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية التي تبدأ يوم الاثنين المقبل استثنى التأصين كندا من قائمة الدول التي يسمح للمجموعات السياحية الصينية بزيارتها لقضاء العطلات وفق ما أفادت سفارة الصين لدى أوتاوى جاء ذلك على خلفية المواقف الكندية المناهضة لبيكين ورفعت بيكين الأسبوع الماضي حظرا يعود إلى فترة فيروس كورونا على الرحلات السياحية ضمن مجموعات للصينيين إلى عشرة الدول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا لكنها تجهلت كندا ولم تدرجها على القائمة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المتقدمي لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجماعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للحكومة أكدت الوزارة على جهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجماعات الحكومية من التاسع صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني ويستمر هذا الموقع في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء السبت في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية نظمت مؤسسة رعي مصر للتنمية إحدى كيانات التحالف احتفالية كبرى بمقر المؤسسة بالقاهرة لتسليم 25 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية عددا من الأجهزة المنزلية والكهربائية وفي محافظة البحيرة أطلق بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني قافلة طبية تضم مختلفة تخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاق بالمجان لأهلي قرية المعدية بمركز إيدكو بينما نظمت الهيئة القبطية الإنجلية لقاء مفتوحا مع صغار المزارعين بقرية محمد عبدالوهاب التابعة لمركز النبرية بمحافظة البحيرة حول كيفية إدارة الموارد الطبية والمياه هذا وقد انطلقت أولى فاعليات القوافل الطبية المتخصصة والشاملة بقرية المعدية بمحافظة البحيرة لتقديم الخدمة الصحية المتميزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين لسيما محدود دخل وقعت القافلة تشفى على ثمانيمائة مواطن من مرضى العيون بنطاق القرية والقرى المداورة وألف ومائتي مواطن في ستة تخصصات أخرى كما شهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة في تيسير على المواطنين وتوكير الخدمة الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى ونجوع القافلة الطبية بتغطي كافة التخصصات منها يومين رمض وتخصصات بعض التخصصات الشاملة زي الجلدية والأنف والأذن والصدرية والعظام والأطفال وإحنا في اللجنة الطبية العليا والاستغسات بمجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسات المجتمع المدني وبالتحديد مؤسسة بنك الشفاء المصري بنظم القافلة دي من البداية خالص بنكشف على المريض لو ليه تحليل بنطلب التحليل بتاعته لو فيه عملية بنحدد معادها وبنتكفل بكل حاجة العلاج متوفر كله بكل الأصناف موجودة والمريض ما بتفعش أي حاجة كله متوفر بشكل مجان أجي أكشف أعمل حاجة زي كده أنا مكنتش مصدق أن أنا أجد أصلا دكاترة ممكن أن أكونت أجد دكتور أو حاجة كده بس لقيت نظامه لقيت فيه أكتر من دكتور وكشف ساهل وسريع وفيه علاج والعلاجها أقدر أخده منها حاجة أنا مكنتش مصدق ولا كنت متخيلة أن أنا على إيها أصلا والله جميل خالص 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 وياريت يتعد على طول والله ياريت وحاجة جميلة خالص وربنا يبرك لكم كلكم يا رب أنا عندي بتي بجالها تلات سنين ما احترب رجبتها يعني النهاردة قالولي روحي بيها التأمين وحنحولو لك إن إحنا اللي حنحولوك من نفسنا أنا أتبسطت خالص تلو مع دوني اهتمام اللي أنا أنا نمشي بيها لأن أنا ما مش قادرة لأنا نقدر عليها في الكشفات وكده انطلقت أعمال القافلة طبية بقرية النصر جنوب سفاجة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج على حوالي 67 حالة بمختلف تخصصات الطبية ومنها إجراء الفحص المعملي والأشعة والصنار كما تم إجراء 17 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتضم القوافل عيادات الجراحة والبطنة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم والطفيليات وصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية التي يتم صرفها بالمجان للمواطنين نحن موجودين في حفظ طباح الأحمر وجميع الخدمات التي قدمها في جميع الكرة من الزعفران شمالا لحد حضربة جنوبا وفي عيادة جراحة جميع الخدمات التي قدمها سواء من فحص وتحليل وعلاج مجانا وإحنا الكافلة فيها تخصات متعددة وجميع المرضى المترددين على هادات جميع الخدمات المجانية المعمل الدم يتقدم خدمات متنوعة لمترددين نحن نكشف على المترددين السكر وكولسترول وتريجرس رايد واختبار حمل نجحنا فترة اللي فاتت بتوجدنا المستمر في مدينة سفاجة أن نحن نكشف مباكة الأنيمية وعلاج خاصة الأطفال الصوائرين ونكشف برضو الأنيمية للحوامل ونجحنا فترة بقدر الإمكاني نحن نحد من مضاعفات السكر مرض السكر بالتحليل المستمر للشعب ودائما توعية للشعب دائما بأهمية التحليل أنا جيتها حللتي النهاردة وكل حاجة ببلاش والناس مبسوطة وحياة كريمة وفي صراحة كل حاجة كويسة وصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مدرية الصحة أبو أسوان أعملها لليوم الثاني على التوالي في مركز كومومبو وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة تتكون القافلة من عشرة تخصصات مختلفة وتم توقيع الكشف الطبي على 1447 شخصا بالمجان وتم تحويل العديد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرمين المغنفسي بتقبل حالات الجراحة في عيات الجراحة وبنشخصها وبنكتب لها الوصفات العلاجية المحتاجة وأي حالات محتاجة عمليات بنحولها لمستشفيات مدرية الشؤون الصحية المحيطة بالمكان والنهاردة فيه إقبال شديد على القافلة نشكر أستاذ المسؤولين وزارة الصحة ومدرية الصحة بأسوان بحضورهم إلى قرية الكاجوج بالقافلة الطبية والتي تتكون من جميع الأطباء والأخصائيين وقمنا بالكشف الدكتور البطنة ودكتور العزام والتحليل الطبية وعليه إحنا بنشكر كل المسؤولين عن وزارة الصحة ومستشفى الكاجوج وإن شاء الله يبارك فيهم وخليهم وينصرهم ويطول عمرهم وخدنا العلاج كل مبلاش جيت الوحدة الصحية القافلة الطبية وبسم الله ما شاء الله حاجة حلوة كثير حاجة كويسة يعني دفعنا كثير ولا قليل وخدت العلاج وإن شاء الله ربنا يأخذ باليد والحمد لله وبارك لنا في حكومتنا فيها يعني الحمد لله فيها جميع التخصصات وشايفين يقبل كثير يعني ستات وجمهور وشباب وكل يعني من نفس القرية وإحنا نشكر يعني المسؤولين أن هما يعني شاركوا في الموضوع ده وأن هما بيهتموا بالقرية عبر أهالي قرية البدرمان وتوابعها بمركز دير مواس في أقصى جنوب محافظة ألمينيا عن فرحاتهم الكبيرة بتشغيل وافتتاح المجمع الخدمي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة يضم المجمع الخدمي في القرية مركزا تكنولوجيا ومكاتب للسجل المدني وشهر العقري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين كما يضم مقرر المجلس الشعبي المحلي ورئاسة الوحدة المحلية وقاعة اجتماعات ويهمل المجمع على تيسيري تقديم الخدمات لكافة المواطنين بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية البدرمان والعزب والتوابع وتقليل التكدس على مكاتب الخدمات في المدن بيقدم جميع الخدمات للمواطن المصري بنوفر الوقت والجهد على المواطن بنحاول بقدر الامكان أن نحن نوفر كل صبر راحة للمواطن بدلا بيشين المشاقة الانتقال إلى المدينة بيجي كل حاجة موجودة هنا من سجل لمدني شهر عقاري تضامن اجتماعي المركز الخدم ده فيه ميقدم جميع القرى المجاورة حولينا ونساس كبر السن والنصر العزب تام البطايق وفيه كل الخدمات يعني تموين وشهاد ميلاد وشؤون اجتماعية شعلا طفرة حسين بيها في الريف المصري بما فيه كان المجمع الخدمي يشمل سجل لمدني وشهر عقاري في الريف المصري ما كناش نشوف شهر عقاري وسجل لمدني بدأت الخدمات كلها في مكان واحد حيريح شوية كاهل المواطن المصري الريفي البسيط بما فيهم التنقل ما بين الهياءات هيبوا في مكان واحد بس والله بصراحة المبنى ده وفرنا وقت وجهد كتير بالنسبة للشؤون كنا ما نتعب على ما نوصل للموظفين لكن هنا بصراحة المبنى ريحنا عن الاستعلام سهل جدا ووفرنا لنا وقت كتير مجمعات خدمية تعتبر باكورة تسهم في تطور الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر الوقت والجهد والمال وأيضا تتناغم وتتشق مع توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي وأيضا الفصل ما بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة ونتحول في نشراتنا إلى أخبار المال والأمر والتفاصيل مع فاطمة خليل إليك فاطمة شكرا إلا من أمر شكرا هيب حسين وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يصلط للمركز الضوء على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الهدف الذي يأتي بعنوان جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة وقد أظهر التقرير أن العالم مزال بعيدا عن المصر الصحيح لتحقيق ذلك الهدف وأشار إلى أن تحقيق تقدم في تنفيذ هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة يعد أمرا ملحا من أجل الأجيال الحالية والمقبلة خاصة مع وصول عدد سكان العالم لما يقرب من ثمانية مليارات نسمة في نوبمبر 2022 شهد وزير التجارة وصناع أحمد سمير ووزير الكترول طارق المل توقيع بروتوكول تعاون لمدة خمس سنوات بين الجهاز التنفيذي لمشروعات الصنعية والتعدنية التابعة للوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثالثة الذهبية بشأن تقديم الجهاز لخدمات استشارية للأعمال الهندسية والاشتراطات الفنية التي تطلبها الهيئة يأتي هذا الاتفاق في إطار حلس الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثالثة الذهبي باعتباره من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدنية الهائلة للمنطقة بالإضافة لما تتمتع به من مقاومات التنمية المستدامة والموقع الاستراتيجي المتميز في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط بعدما سعي البنك المركزي الصيني إلى كبح جماحي موجة التشاؤم المتصعدة بخصوص سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام في البلاد ارتفعت العقود الأجلة لخام فنت بنسبة 1.1% إلى 84 دولار و29 سنت للبرميل في حين صعد أخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7% إلى 80 دولار و23 سنت للبرميل ارتفعت أسعار المزوط العالمين بنسبة 2.6% لتصل إلى 3.8 دولار لتر وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.62% لتسجل نحو دولارين و63 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انضم مورجن ستانلي إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام جاء ذلك بعد سلسلة من البيانات المخيبة للأمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك وخفض بانك جيبي مورجن هذا الأسبوع توقعت النمو الناتج المحالي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8% من 5% بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5% تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بما يشير إلى استمرار شح سوق العمالة وأضافت وزارة العمل أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت إلى 11 إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع الماضي أكد التقرير الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد أن الاقتصادات الأفريقية يمكن أن تساهم بشكل كبير في سلاسل الإمداد الدولية عبر الاستفادة من مواردها الهائلة من المواد التي تحتاجها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأسوقها المتنمية وأشار التقرير الخاص بالتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى أن خلق بيئة مواتية للصناعات التكنولوجية سيساعد في رقع الأجور التي يقدر أدنى معادلتها بـ 220 دولار شهريا أكد التقرير حاجة القارة الأفريقية لمزيد من الاستثمارات في مجال التاقة المتجددة للمساعدة في سد فجوة الاستثمار الكبيرة في هذا المجال وتصدي للعقابات الأخرى أمام تصنيع لوحات التاقة الشمسية في القارة انخفضت صدرات اليابان في يوليو الماضي للمرة الأولى في حوالي عامين ونصف العام أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تراجع صدرات البلاد لـ 300% على الأساس السنوي في يوليو وجاء الهبوط بعد زيادة الصدرات 1.15% في الشهر السابق أظهرت بيانات الوزارة تراجع الوردات 13.15% في عام حتى يوليو الماضي مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.17% أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا أن معدل البطالة اتفع بشكل طفيف في يوليو إلى أعلى مستوى خلال 6 أشهر اتفع معدل البطالة المعدل موسميا من جانب منظمة العمل الدولية للفئة العمرية 15.75% إلى 3.16% في يوليو من معدل مستقر في يونيو بلغ 3.15% في نفس الشهر من العام الماضي بلغ معدل البطالة 3.16% أيضا وكان هناك 362 ألف عاطل في يوليو بارتفاع من 353 ألف قبل شهر اتفع معدل البطالة الذي يطبق على الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما إلى 8.6% في يوليو من 8.3% في يونيو مشاهدين نهات هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام وهب الاستكمال ما تبقى من التسعة شكرا لك فاطيمة أمرت السلطات الكندية سكان مدينة يالونايف في أقصى شمال كندا بالمسارعة إلى إخلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغبات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع وقال وزير البيئة في مناطق الشمالية الغربية الكندية إن وضع حرائق الغبات اتخذ منعطفا آخر نحو الأسوأ وأمر وزير البيئة سكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة مشيرا إلى إتاحة طريق سريع واحد فقط مفتوح باتجاه الجنوب وترتيب رحلة جوية تجارية وعسكرية مخرد كبير قدم للسينما العربية ستة أفلام ضمن أفضل مئة فيلم عربي كما قدم أيضا للسينما المصرية ثلاثة أفلام ضمن قائمة أفضل مئة فيلم مصري استطاع عبر أعماله المختلفة حفر علامات تفارق في تاريخ السينما مثل أفلام ما شئ من الخوف سرسر فوق النيل حبيبي دائما إنه المخرج الراحل حسين كمال الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده موسيقى 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 والآن مع أخبار التقصي مرة ثلاثة وأخيرا نعود فيها إلى فاطمة خليل تفضل شكرا إلهام شكرا هبة وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس موسيقى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا تقصح الرطب نهارا على قهرة كبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقع غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمة 33 صغر 25 اسكندرية 31 23 مطروح 30 24 بورسعيد 31 25 اسمع لي 34 23 وجوها حار بالنسبة لي السويس 33 24 العريش 32 24 طابة 37 25 شرم الشيخ 41 29 لغداء 38 28 وجوها الشديد الحرارة نسبة للأقصر 41 26 اسوان 43 28 الوادي الجديد 40 24 شلتين 40 30 حلايب 34 28 وجوها حار والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقع غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي مجلس الوزراء يوافق على تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى يناير المقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة